بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة هتكون حلقة كل التفاصيل اللي فيها دفعة معنوية من أجل تخطي عقبة سانداونز يوم الأربعاء المقبل في الساعة اللسامنة من مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي حلقة النهاردة حلقة فيها كل الدفعة القوية للجماهير واللاعبين والجهاز الفني من أجل التحذير الجيد للفوز على ممولد سانداونز يوم الأربعاء المقبل والوصول إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة الدولي الأفريقي لكرة القضاء حلقة بالتأكيد هيكون فيها تفاصيل مهمة جدا عن ما حدث في لقاء الزهاب عما يتعرض له الأهلي في هذه النسخة تحديدا عما يحدث في هذه البطولة من أخطاء تقنية في الفار ومشاكل في تعينات الحكام وكمان هنتكلم على كيف يستعد مارسل كولر للقاء العودة ولقاء الإياب أمام ممولد سانداونز يوم الأربعاء المقبل تم تعيين طاقم التحكيم تم تحديد معادل لقاء تم فتح باب التذاكر الخاصة بلقاء العودة نهاردة بالتأكيد حلقة هيكون فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا ولكن عنواننا الأساسي هيكون الدفع القوية والدفع المعنوية والروح المعنوية العالية من أجل تخطي ممولد سانداونز وكتاب التاريخ جديد بالوصول إلى نهاية النسخة الأولى ولكن عشان تفاصيل الحلقة كتيرة بسرعة أبدأ بي سؤال حلقة النهاردة سؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في أفضل تشكيل للأهلي ممكن يلعب به لقاء سانداونز في لقاء العودة يوم الأربعاء اللي جاي تقدر تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم لأفضل تشكيل ممكن يلعب به مرسل كولر لقاء العودة أمام سانداونز ولكن بسرعة نروح لأهم العنوان في تريند الأهلي بحثة الفريق تعود وتبدأ الاستعداد لمباراة العودة أمام سانداونز وكمان اليوم تأبين الراحل تيسير الهواري وفي التريند العالمي الليلة حفل الكرة الزهبية نستعرض جدوى المباريات اليوم النهاردة في عندنا مباريات في الإسبوع الرابع من الدوري المصري ساعة أربعة منذ قليل انتهى الشوت الأول ما بين الدخلية والإسماعيلي بالتعادل السلبي سفر سفر الساعة سبعة في استكمال منافسات هذا الأسبوع وهذه الجولة البنك الأهلي بيصديف مودرن فيوتشر نروح للدوري الإسباني والساعة العاشرة من مساء اليوم غير ناطا بيصديف فيريال وفي الدوري الإيطالي في مبارتين إمبولي بيصديف أتلانتا الساعة سبعة ونص والساعة العاشرة إلى ربع لاتسيو بيصديف فورنتينا دي أبرز مباريات اليوم سواء في الدوري الأسباني أو الدوري الإيطالي أو حتى استناف مباريات الدوري المصري قبل مطلع لفاصل النهاردة عيد ميلاد لواحد من أساطير الكرة المصرية بل أساطير الكرة العربية أو أسطورة من أساطير الكرة العربية والإفريقية الكابتن محمود الخطيب كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن عيد ميلاد سعيد يا رب وعمري مديد وصحة وسعادة يا رب بإذن الله كابتن محمود الخطيب له تاريخ كبير جدا في الكرة المصرية والعربية والإفريقية أول لاعب مصري يحرز جائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويمكن الكرة المصرية وجهة صعوبات كثيرة عشان لاعب يقدر يحصل عليه هذه الجائزة ولكن الكابتن محمود الخطيف في فترة من الفترات الصعبة في الكرة الإفريقية قدر يسطر تاريخ كبير جدا سواء مع النادي الأهلي أو حتى مع الكرة المصرية صور وإنجازات وتاريخ طويل جدا لاعب وكابتن ومسؤول داخل جهاز الكرة ثم مسؤول في مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة أمين سندوق نائب رئيس النادي والآن رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي كل سنة وحرك طيب يا كابتن نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة عندنا حدث مهم جدا في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد وهو في التجمع الخامس متعلق بحفل تأبين لأحد الشخصيات المهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي اللي وفاته المنية منذ فترة قريبة جدا الراحل تيسير الهواري النهاردة الكابتن محمود الخطيب يعود للقاهرة للمشاركة في حفل تأبين أحد يعني الحكماء اللي كانوا في لجنة الحكماء في النادي الأهلي الراحل تيسير الهواري واللي تقرر النهاردة بإذن الله من خلال مجلس الإدارة إقامة حفل تأبين للكابتن والراحل تيسير الهواري في الساعة السابعة من مساء اليوم في فرع النادي في التجمع الخامس النهاردة الكابتن محمود الخطيب عاد إلى القاهرة قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي الذي كان ينفذه بأحد مراكز التأهيل الكبرى في دبي وذلك للمشاركة في حفل تأبين للراحل تيسير الهواري أحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء بالنادي هذا الحفل إن شاء الله يكون الساعة السابعة من مساء اليوم في فرع النادي في التجمع الخامس على فكرة جاء هذا تقديرا لمسيرة الراحل وعطاءه للنادي على مدار سنوات طويلة ظل خلالها داعما ومساندا في كل المواقف بل وكان نموزجا في حبه وإخلاصه للأهلي وإنقار ذاته ولكت شاءت الظروف الصحية للكابتن محمود الخطيب وتواجده في رحلة علاج بفرنسا أبان وفاة الراحل على أثرها لم يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان المرحوم تيسير الهواري إلى مسوى الأخير لذلك حرص رئيس الأهلي على العودة للقاهرة للمشاركة في حفل التأبين والذي دعت إليه قيادات النادي وحكماءه تقديرا لقيمة وقامة المرحوم تيسير الهواري ومقدمه للنادي الأهلي طوال مسيرة كبيرة جدا في النادي الأهلي خلال السنوات الماضية فاصلنا ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد الحمد لله النهاردة يمكن بأسة فريق النادي الأهلي ووصلت بسلامة الله في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم إلى القاهرة عائدة من جوانسبرج بعد أداء يعني مباراة الزهاب في الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من الدوري الإفريقية أولا نقطة مهمة جدا ليه علاقة بترتيبات السفر ترتيبات الإدارية واللوجستية اللي قام بها الأهلي خلال الفترة الأخيرة بصراحة يعني بتوفر مناخ جيد جدا للجهاز الفني واللعبين نتمنى يا رب يكون في استفادة بالتفاصيل الإدارية اللي تم تحضيرها بشكل كويس للفريق سواء في الصفر أو في العودة لأن الأهلي إن شاء الله النهاردة الفريق راحة بكرة يكون فيه تدريب أساسي ورئيسي المباراة يوم اللاربع إن شاء الله في استاد القاهرة الدولي في فرق بتواجه أزمات كتير جدا في توقيتات الصفر في رحلات الصفر في بعض الأحيان للأسف يعني كانت بتتعدل بعض الموعيد استجابة لطلبات بعد الفرق ولكن خلاص مباراة العودة إن شاء الله يوم اللاربع سواء بقى ساندونز ووصل النهاردة ووصل بكرة متأخر عندهم مشكلة في حجز التيران مش قصة الأهلي خلاص المطش يوم اللاربع أنت طلبت تأجيل أو تغيير معادي الزهاب فتأجل لك يا سيدي وتعددت لك المباراة في التوقيت اللي ينسبك مطش العودة الساعة 8 إن شاء الله في استاد القاهرة لا مجال للتعديل أو للتغيير أي أن كان بقى المنافس جاي النهاردة الفجر جاي بقرى الصبح معندوش جرى 24 ساعة دي مشكلته لكن الأهلي قدر يزبط موعده ويصل فجر اليوم عشان يكون فيه فرصة طيبة أن الفريق يريح النهاردة وياخد وقته بشكل كويس جدا في الراحة وبكرة إن شاء الله يكون فيه تدريب رئيسي للفريق إن شاء الله في نفس توقيت المباراة قدامكم على الشاشة يمديد لقطات حصرية لمغادرة فريق النادي الأهلي من مطار جوانيسبرج للوصول إلى القاهرة الفريق برح استقل الطائرة أو في الرحلة حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس يمكن بعد نهاية المباراة على طول توجهها على طول للمطار انتهت الإجراءات بشكل كويس جدا وعايز بصراحة وبكل أمانة أوجه الشكر والإشادة لرجال السفارة المصرية في جنوب إفريقيا السفارة المصرية في جنوب إفريقيا قامت بمجهود خرافي مع بعثة النادي الأهلي لأن بعثة النادي الأهلي وجهت صعوبات يكاد تكون دي لأول مرة البعثة تواجه صعوبات عندما تواجه سانداونز في جنوب إفريقيا كان كل مرة تبقى فيه ترتيبات كان فيه إجراءات بيقوم بيها النادي المضيف ولكن للأسف غياب التنصيق الأمني مع بعثة فريق النادي الأهلي في الاجتماع الأمني المنصق الأمني الكيني ألن خكامة ما أمش بأي دور خالص والنهاردة حتى لو كنتم أتكلم مع مسؤولين في اللجنة المنظمة وفي الاتحاد الأفريقي في استياء كبير جدا من المنصق الأمني الكيني اللي كان مشرف على هذه المباراة مش معقولة بعثة فريق النادي الأهلي تكون في جنوب أفريقيا ثلاث أيام السفارة المصرية مع إدارة النادي الأهلي ومع البعثة بتقوم بكل المجهودات عشي يكون في تأمين للبعثة لكن على الجانب الجنوب إفريقي الناس ما قامتش بدورها على جانب دور المنصق الأمني الكيني ما قامش بدوره وأنا هنا بوجه رسالة لللجنة المنظمة البطولة دي معمولة عشان التطوير عشان التحديث تبقى البطولة دي شبيهة بتنظيم كأس العالم شبيهة بالأحداث والإيفنتات اللي بينظمها الفيفا ولكن على المستوى التنظيمي مشاكل تنظيمية في اللقاء سينبا والآل في تنزانيا دون الخطف التفاصيل مشاكل تنظيمية في مباراة ساندونزو الآلي في بريتوريا منصق أمني مش أين بدوره عشان جدر موجه الشكر للسفارة المصرية على دورها الكبير جدا مع النادي الأهلي في هذه الرحلة تحديدا السفير معالي السفير الكنسل رجال السفارة بلا استثناء بصراحة قاموا بمجهودات مدنية مع النادي الأهلي تولى تواجد البعثة في جنوب إفريقيا المنصق الأمن الكيني ده لينا بقى كلام تاني معاه الفترة اللي جاية لأن بصراحة المنصق ده تحديدا مش أول مرة تحصل مشكلة كان موجود قبل جدا في كذا مباراة مع النادي الأهلي وحصلت مشاكل برضو تنظيمية فإحنا مش عارفين الاتحاد الإفريقي هل بيختار ناس مسؤولة عشان تقوم بواجبها في هذه المباراة بشكل صحيح ولا الإخسرات بتبقى ليه علاقة بالمناطق الجغرافية اللي قريب من البلد اللي فيها المطش يتفضل يسافر ويلحق ويروح معارش بصراحة التحضير بيبقى ازاي ولكن مباراة الأهلي تحديدا فيها مشاكل تنظيمية من الفرق اللي بتصطديف الأهلي في هذه البطولة بكل أمانة وبكل صراحة البعثة الحمد لله وصلت بسلامة الله نهاردة زي ما قلت لحضراتكم راحة بقرة تدريب رئيسي وفي اعتقادي وحسب معلوماتي النكولر إن شاء الله بإذن الله هيحضر لمطش العودة بشكل كويس جدا مش عايزة تكلم عن اللي فات زي ما بيقول كده في المثل الشعبي اللي فات مات انت خسرت بهدف مقابل لشيء تقدر تعود وتقدر تعود وتكسب واللي مزعل الواحد بس ان فريسان داونز مبارح مش أحسن شيء فريسان داونز على فكرة عنده غيابات كتيرة وكان من المفترض اللي احنا نستغل لهذه الغيابات ونرجع بنتيجة جرية ولكن خلاص المباراة انتهت نركز في اللقاء العودة نقدر نكسب أو نقدر نكسب نقدر نتخطي سان داونز أو نقدر نتخطي سان داونز ولكن محتاجين مجهود بدني كبير جدا محتاجين تركيز من الجهاز الفني في المباراة حديدا وفي التشكيل ووارد جدا تحصل تعديلات وتغيرات في التشكيل عشان يواكب نتيجة لقاء الزهاب ويقدر يعود في لقاء العودة عشان يتأهل الاهل محتاج يكسب 2-0 1-0 هتروح لرقلات الجزاء على طول 1-0 هتروح لرقلات الجزاء على طول ف2-0 ان شاء الله الاهل يتأهل سبق للاهل الفوز على سان داونز هنا 2-0 من حوالي سنتين ثلاثة وكان ساعة سان داونز عنده لعبين على أعلى مستوى كان عنده لعبين على أعلى مستوى والاهل قدر يكسب ويتأهل فالاهل ان شاء الله يقدر يكسب ويتأهل ولكن تركيز من الجهاز الفني أكيد هتكون فيه تعديلات من الجهاز الفني مرس الكولر على التشكيل وارد يبدأ بأكرم وارد يدفع في البداية بقهربة وارد يكون فيه تواجد لحسين الشحات نتمنى يا رب يكون فيه جهزية واستعادة مستوى وتواجد لإمام عشور في الفترة اللي جاية دا مهم جدا على فكرة على مستوى التشكيل ولكن كل التفاصيل الفنية دي أكيد مهمة للفريق عشان يقدر يتخطى لقاء العودة ويتأهل للنسخة الأولى من أو يتأهل للنهائي النسخة الأولى ولكن كل الشغل دا كويس قوي المطلوب بقى إيه خلال الساعات اللي جاية جماهير النادي الأهلي اللي هتروح الساد القاهرة مع عندها شغل حاجة واحدة هتعملها تشجع الفريق في التسعين دقيقة مش عايزين تشجيع قبل المباراة إطلاقا جماهير الأهلي فهمة ووعية وعارفة هي تعمل إيه لكن مطلوب مسندة ومؤذرة وتشجيع بصوت عالي جدا خلال التسعين دقيقة حتى الآن فيه تلاتين ألف متفرج حتى الآن فيه تلاتين ألف متفرج نتمنى يا رب نتمنى واحتمال نتمنى يا رب بإذن الله خلال الساعات اللي جاي الأعدد يزيد أنا مش هتكلم فيه أي أمور لأنه ما فيش حاجة رسمي ولكن أنا عارف أنه فيه اتصالات كبيرة جدا بتبزل من إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الجارية لزيادة العدد المسموح بالنسبة لي الجماهير في استاد القاهرة نص الاربعين نص الاخمسين ده هتحدد خلال الساعات اللي جاية ممكن وإحنا على الهوى دلوقتي إن شاء الله ممكن يكون فيه حاجة نتمنى يا رب إن شاء الله خلال الساعات اللي جاية ولكن المطلوب من الجمهور الإدارة بتبزل مجهود كبير جدا عشان الفريق يصل من جنوب إفريقيا بسرعة وده حصل بتزود عدد الجماهير في مباراة اللاربع إن شاء الله هيحصل خلال الساعات اللي جاية فالجمهور اللي هيحضر نفس اللي حصل في المباراة الإفريقية مع الهلال السوداني والرجاء المغربي والترجي التونسي والوداد المغربي إن شاء الله يحصل في مطش سانداونز مسندة ومؤذرة والجمهور اللي يروح معندوش غير حاجة واحدة بس يساند ويشجع في التسعين دقيقة الفريق المنافس بيخافوا بيخافوا من الساد القاهرة بيخافوا لما يشافوا جمهور الآله مالي الملعب بيخافوا وبيقلقوا وعلى فكرة عندهم قلق وتخوف كبير جدا وأي تصرحات هتطلع من رولاني ميكوينة خلال الساعات اللي جاية مش هتدل غير إن الحاجة واحدة بس الراجل ألان جدا والرجل خاف جدا والرجل على فكرة عنده مشاكل كتيرة جدا في جنوب إفريقيا خسر بـ 30 كاس تركيزه في البطولة إنه لو خسر الدوري الإفريقي ومشاكله في دوري عطال إفريقيا هتبع عنده أزمة في الاستمرار مع سانداونز فالضغوط على سانداونز أكتر الدغوط على سانداونز أكتر سانداونز عنده غيابات مهمة جدا بتأثر في شكل الفريق ولكن مطلوب مننا إن شاء الله إنه نقدر نستغل هذه الغيابات الجمهور يروح ينسى نتيجة الزهاب راحين نكسل سانداونز 2-0 نلعب برجولة الجمهور يساني التسعين ديئة مش عايز أن لكم بقى يبقى الصفافير على الفريق المنافس لما يستلم القورة يبقى التشجيع والمسندة خلال التسعين ديئة أنا عارف جمهور الأهله هقدر يعمل إيه زي ما عمل في مواقف كتيرة جدا أنا لو فتحت كتاب التاريخ وكلمت على مواقف جمهوري الأهلي أمام الفريق المنافسة لما لقى لي بيحتاج مكسب التاريخ الحمد لله عامر بالتفاصيل الإيجابية عامر بالكواليس المفيدة للأهلوية كلها في كل البطولات فيه سواء دور أبطال أو كونفدرالية سي سبورت الإفواري 2015 أو 2014 نهائي كاسة الكنفدرالية مطش القطن الكاميروني 2008 الهلال السوداني خلال دور أبطال إفريقيا العامل الأخير يعني أحداث كتيرة جدا للآله قدر يتخطى بفضل ربنا سبحانه وتعالى وجمهوره اللي بيقدر يحضر ويشجع خلال التسعين ديئة عشان كده أنا جاي بحالة معلومية عالية لأن أنا عندي توقع وعندي إحساس وعندي معلومات الأهل يقدر إن شاء الله يتخطى معمولي دي سانداز وكنا ممكن نعمل ده في الزهاب ولكن قدر الله ومشاء فعل طيب إيه بقى الأمور السلبية اللي بتواجه الأهل في البطولة دي وأنا هنا من البداية اتكلمت إن في مشكلة في تقنية الفيديو وفي مشكلة في تعينات الحكام وفي مشكلة في النسخة الأولى للدور الإفريقي بخلاف المشاكل التنظيمية في مشكلة كبيرة جداً في موضوع التحكيم هضع أمام حضراتكم التفاصيل كاملة هضع أمام حضراتكم التفاصيل كاملة سواء للمسؤولين أو للقائمين على تنظيم هذه النسخة أو للإعلام أو للجماهير أو كل واحد مهتم بالشأن هذه البطولة النادي الأهلي النادي الأهلي أصبح أو أصبحت مبارياته أهم شيء عند لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي الناس تقول لي أهم شيء يعني يجيب لك حكام كويسين لا هم بيحسبوهاش كده من أهم المباريات اللي عليها متابعة إعلامية وجمالية كبيرة هي مباريات النادي الأهلي فكل واحد عايزي جامل بيحط الحكم اللي يخصه في مباريات الأهلي إزاي قلت قبل كده فيه طاقم تحكيم من إفريقيا رايح كسعالم في إندونيسيا في الفترة من 10 نوفمبر لل2 ديسمبر الحكام دول راحين عندهم الحكام الأفريقي عندهم كسعالم للناشئين في إندونيسيا خلال خلال عشر أيام يعني خلال عشر أيام لجنة الحكام عشان تدعم حكامها بتحطوهم في مطشط الأهلي أيا كان مستوام الفني أيا كان مستوام الفني يعني أديكم مثال حكم الفار لحلو بن براهم ودانيا اللارية كانوا موجودين في مطش سيمبا والأهلي في تنزانيا هيكونوا موجودين في مطش الأهلي وسانداونز حاجة تانية بيرقتشوا الحكم الجابوني فاكروني لأقدار مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي ده رايح كاس عالم للناشئين تحت 17 سنة جابوه حكم مطش الأهلي وسانداونز طيب مين تاني؟ ده حان بيدة الحكم الموريتاني جابوه حكم مطش سيمبا والأهلي أنا بقول لكم الحكام اللي رايحين كأس العالم اللجنة بتجابهم في مطشط الأهلي مش عشان مستوام الفني لا عشان تدعمهم تبتدعمهم ازاي؟ لما الفيفا يشوف ان الحكام دول موجودين في أهم مبرايات في الدور الإفريقي يبقى اختيارات لجنة حكام الكاف صح فلجنة الحكام في الكاف بتعمل ايه؟ أنا ترشيحاتي صح فحكامي دول الراحين كاس عالم بدعمهم بوجودهم في مبرايات الأهلي بس آسف ده مش هيجا على حساب الأهلي يعني ده ما يجيش على حساب الأهلي انت عندك مشكلة مع الحكام دول ما يجيش في مبرايات الأهلي ما انت بدليل مصطفى غربال وديته في مطش سندانزو بترتكو ومطش محسوم أمينه عمر وديته في مطش الترجل وديته انت عارف انه مطش مصير ومطش مهم لكن عشان مبرايات الأهلي مبرايات فيها متابعة جمالية كبيرة فبتدعم حكامك عشان تقول أنا ترشيحاتي سليمة في ترشيحها الحكام دول لكاس العالم أسفين مش هيجا على حساب النادي الأهلي والحاجة التانية الخلاف اللي ما بين فيكتور جوميز والسنغالية فاتو جي عضو لجنة الحكام في منطقة غرب إفريقيا السنغالية عضو لجنة حكام منطقة غرب إفريقيا فاتو جي الخلاف ده ما يجيش على حساب الاهلي الخلاف ده ما يجيش على حساب الاهلي فيكتور جوميز بيدعم النازمة على الكسافة فيجيب لك الست بتاعت موريشيوس يحطها في مطش الأهلي والتحاد العاصمة يحطها في مطش الأهلي والساندونز السنغالية عايزة دعم رجالتها فيجيب لك عيسة سي في مطش الأهلي والساندونز يا جماعة المشاكل اللي بينكم داخل لجنة حكام أفريقيا مش هديج على حساب النادي الأهلي أنا أقول لحضراتكم بضع أمامكم الصورة كاملة عشان الناس تعرف ليه التحكيم في إفريقيا بعد تعيين اللجنة دي من شهر ونص فيه أزمة الكواليس اللي ما بين الحكام اللي بيديروا لجنة الحكام في أفريقيا ما بينهم مشاكل ما بينهم مشاكل في مشكلة مع الحاكمة السنغالية عضوة اللجنة عن منطقة غرب إفريقيا مع فيكتور جوميز فيه ماتش قريب من جنوب إفريقيا هات الحكامة ماريا ريفت في ماتش الأهلي الحكامة السنغالية عايزة دعم عيسى سي اللي ما حكمش أي مباراة في البطولة هاته في ماتش الأهل وساندونز كل واحد عايز يجامل يجامل في ماتشات الأهلي الحكامة دي مش رايحة كسعالم لأننا نبارها برضو سمعت الناس تقول لك ماريا ريفت عندها كسعالم فالكاف بيدعمها عشان رايحها كسعالم لا هي مش رايحها كسعالم اللي رايح كسعالم حكام الفار اللي كانوا في ماتش سينبا والأهلي واللي هيكونوا في ماتش الأهلي وساندونز لحلو بن براهم ودانيل لاريا ماريا ريفت ما عندهاش كسعالم أصلا ماريا ريفت بيتمهم جملتها عشان كأس العالم عشرين ستة وعشرين الموضوع اللي هي أبعاد أكتر من كده موريشيوس منتمي لمنطقة كوسافة منطقة جنوب إفريقيا مين مسؤول عن منطقة جنوب إفريقيا؟ فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام اللي تولى مسؤولية تطوير التحكيم في إدارة الاتحادات في الاتحاد الإفريقي الرجل لسه معتزل فجأة بسرعة الساروخ بقى مسك كذا بوزيشن داخل الاتحاد الإفريقي لو كل واحد عايز يجامل الزوم بتاعه والدائرة بتاعته أسفين الكلام ده ما يجيش على حساب النادي الأهلي الحاكمة دي بلا خبرات بلا خبرات إزاي تتقرر للأهلي مرتين ماتش السوبر بأخطاها والماتش الأخير للأهلي مع ساندونز في بريتوريا وبعدين أنا عايز أفهم عادل زوراك كان موجود في ماتش سينبا والأهلي في القاهرة يرجع المغرب يطلع تأشيرة يسافر بسرعة على جنوب إفريقيا إزاي؟ هو من قلة الحكام يعني هو من قلة الحكام تجيب حكم كان بيحكم ماتش الأهلي وسينبا في القاهرة يوم الأربع يسافر يحكم ماتش الأهلي وساندونز يوم الحد حتى لو أفار مع ماريا بس إزاي يا جماعة؟ يا جماعة ده مصطفى غربال جاي الفيديو في ماتش الترجي والوداد جاي حكم فيديو في ماتش الترجي والوداد ماتشات الوداد بيتحطي له تاقم تحكيم على أعلى مستوى حكم مصري محمود عشور ومحمد عادل حكم مصري محمود عشور ومحمود البنة دي ماتشات الوداد سواء في ناجيريا أو في تونس حكام مصريين على أعلى مستوى حكام الترجي نفس الكلام حكام على أعلى مستوى ولكن مباريات الأهلي هتجاملوا بعض ده مش هيبقى على حساب الأهلي دي جزئية ليه علاقة مين بيجامل مين ومين عنده خلاف مع مين وكل واحد عايز يدعم رجالته دعموا رجالتكم بس مش على حساب الأهلي وحكام الخبرة اللي موجودين في قيمة البروفيشنال أنا مش بأتكلم على حكام الخبرة اللي انتوا أعطون في البيت دول مع السلامة خلاص سيكازو بكاري جسامة الأهلي يا معانا منهم الأهلي يا معانا منهم ولكن في حكام خبرة موجودين هم فين من مباريات الأهلي عتجرب فيها تجيب لي من موريشيوس عشان جنب جنوب إفريقيا فمسافة السكة انت عندك مشكلة انك مش قادر تعمل قفر لحكامك في قطع تذاكر السفر في الحصول على التأشيرات فبتصدر كل واحد هو وظروفه اللي قريب من جنوب إفريقيا يروح يحكم المطش اللي قريب من تونس والمغرب يروح يحكم المطش الحكام على فكرة بتصرف من جبها تذاكر السفر من جبها عكس البطلات الإفريقية التأشيرة الحكم هو اللي بيخلصها بعلاقاته طب ونأضمن منين علاقاته دي تبقى وصلة فين عشان يسافر الدولة اللي هيحكم فيها أضمن منين علاقات الحكم ده وصلة فين في الدولة اللي هيسافر فيها عشان يخلص التأشيرة دي نقطة مهمة جدا يا جماعة يعني حكم سافر من مصر راحل مغرب خد التأشيرة أمتى من المغرب عشان يطلع على جنوب إفريقيا وإحنا عارفين إن جنوب إفريقيا في سفراتها تأشيراتها صعبة مش سهلة وعلى فكرة مفيش كفر بيغطي شغل الحكام في حجز تذاكر السفر والحصول على التأشيرات عكس البطلات الإفريقية وأنا عارب بقول إيه كويس أو في النقطة دي متأكد من كل جملة بقولها في النقطة دي فالمشاكل في التحكيم أنا حذرت من قبل ماتش الأهل وسيمبا وبحذر تاني قبل ماتش الأهل وسانداونز فيه نقاط كتيرة لأعلاقة إن فيه أزمات داخل لجنة حكام الكاف فيه أزمات في العملية التنظيمية اختيارات الحكام بالمجاملات تعالي بقى للنقطة الأسوأ من كل ده الناس بتقول لك هو أنا ليه لما بتفرج على المباراة ببشوفش الفار بيستعين بالحكم أو بيبلغ الحكم وكل ريبالح في المؤتمر الصحفي على فكرة نوه للجزئية دي قالوكم المفاجأة بقى فيه مشكلة في السماعات من الآخر فيه مشكلة في الكمنيكيشن سيستيم في تقنية الفيديو أدوات الفار ما فيهاش مشاكل ولكن التواصل ما فيهش دعم ما فيهش دعم في الكاميرات ما فيهش دعم في السماعات أعزيتكم من الشعر بيت ماتش الترجي ماتش الترجي ومازينب في تونس السماعات ما اشتغلتش ماتش سينبا والأهلي في القاهرة في بداية المباراة أخرت خمس زايا كان فيه مشكلة في السماعات ماتش الأهلي وسانداونز في جنوب إفريقيا كان فيه مشكلة في السماعات ماتش الأهلي وسينبا في افتتاحية البطولة كان فيه مشكلة في السماعات أنا عارف بقول إيه كويس قوي ولو وصلت اللي احنا نطلب من الاتحاد الافريقي يفرغ التسجيلات الصوتية اللي ما بين الحكام ممكن نعمل ده لان في مشكلة في التواصل ما بين الحكام وانا اددت امثلة في اربع مباريات اددت امثلة في اربع مباريات في مشكلة في الكميونيكيشن سيسم ونتمنى ان الاتحاد الافريقي ياخد باله من البطولة مش عايزها ما تلعبهاش تاني يعني انتوا من جواك وكده مش عايزين البطولة ما تلعبهاش تاني لكن ما تاخدوش الفرق وتدربوا فيها لعبة زي دي فين الريفيو فين الاعادة فين الكاميرات اللي موجودة داخل الملب عشان تعيد لعبة زي دي انا عايز افهم يعني شركة سوبر سبورت لما تنتج مباريات الدور الافريقي في جنوب افريقيا وفي تنزانيا ايه المشكلة اللي عندها مع الفار في كاميرات الاعادة ايه المشكلة اللي عندها ان تكون السماعات سليمة ايه المشكلة انا مش قادر استوعب البطولة دي اتعاملت عشان حاجتين والحاجتين دول مش انا اللي بقولهم ده بكلام رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الدولي عايزين نطور الكرة في افريقيا عايزين نطور التحكين طب هتطور الكرة في افريقيا ازاي نعمل مسابقة زي دي عشان المحترفين الاجانب اللي بيطلقوا يلعبوا في اوروبا يلعبوا في افريقيا يلعبوا فين يا فندم ده الحكم البنيني اللي تعين ده عنده 38 سنة يتعين بدعم من ألن قدجو رئيس لجمة حكام الكاف البنيني ايضا على فكرة ناس فاكرة ان كوفي كوتجا هو رئيس لجنة الحكام لا ده مش صحيح كوفي كوتجا مش هو رئيس لجنة الحكام فيه ألن كوتجي ده راجل بنيني هو رئيس لجنة الحكام هو اللي جاب الحكم اللي كان بيدير مباراة إنبارة حكم بيزور يعني ده ما بيحكمشه مرشات كورة ده راجل بيحكم في الشارع كل لمسة فاول كل لمسة فاول فالاستهانة بحق نادي كبير زي نادي الآله في مباراة الدور الإفريقي بصراحة أصبح أمر غير مقبول مشاكل في الاتصال مشاكل في الكاميرات مجملات في التعيينات ماتش في جنوب إفريقيا هات ماريا ريفيد من موريشيوس عشان منطقة كسافة مع فيكتور جوميز ماتش اتحاد العاصمة هاته هي تلقى في الصورة يعني تتبروز بشكل كويس يا راجل ده انت جدتها في مباراة تانية حطت معا محمد عادل إيه فار شوفوا الاستهانة وصلت لفين يعني هل ينفع مثلا تجيب حكم لسه صغير تلاتين سنة تحطه فار وتخلي جنبيه إيه فار مصطفى غربال أكيد لا بعد السنين دي كلها لما كان محمد عادل فار وهي إيه فار الآية تعكست بقت هي فار ومحمد عادل إيه فار احنا وصلنا للمرحلة دي المجاملات في المناطق الجغرافية على حساب الأندية المصرية والحساب الأهلي حكم زيدان بارح ما ظهرش قبل كده على السح تمانية وتلاتين سنة وأقول لكم على مفاجأة تانية الحكم ده في عهد اللجنة السابقة لم يتم إسناد ليه أي مباراة في دور أبطال إفريقيا في المباراة النهائيات من أول دور المجموعات دور التمانية لسيمي فينا أقول لكم على حاجة تانية أكبر من كده المساعد الأول البنيني اللي مبارح حسب تسلل على طاهر محمد طاهر الرجل ده توقف في عهد إيدي مايه أكتر من سنة بسبب أخطائه اتوقف أكتر من سنة فحكم مغمور مساعد اتوقف أكتر من مرة حكمة الفار بتتجامل عشان منطقة الجغرافية منطقة كسافة إيه ده جماعة ده المعلومات اللي كلها أخطاء كارثية تدل مش عايز أقول ما بيعملوا كده عشان يزلوموا الأهلي لا بس المجملات دي بتيجا لحساب الأهلي انتوا كده مش بتطورد تحكيم في إفريقيا انتوا كده بتزلوموا النادي الأهلي لو انتوا قلقانين من صوت في المغرب فبتعملوا له حساب لا الأهلي صوته يقدر يجيب حقه كويس جدا لعبة زي دي كانت طرد أحمر طرد وكارثة أحمر طرد مباشر وكارثة أحمر ما فهاش نقاش فين الفر حدش عارف هلا عنطلب بقى نسمع المحادثات ما احنا عايزين نعرف ماريا بتقول ايه للويس الحكم البنيني هل في مشكلة في السماعات ما عايزين نعرف عايزين نعرف الأزمة اللي عندكم في أفريقيا ايه بالضبط للأزمة دي على فكرة احنا راحين على دورة أبطال إفريقي هي هي اللجنة هم هم الحكام عموما دي الكواليس والتفاصيل والنقاط اللي حبيت احطها لحضراتكم على طولة الحوار في برنامج التريند عشان تعرفوا أزمة الفار ومشاكل الحكام وإن اللي هيحصل في الفترة اللي جاي بالمناسبة بطش الأهل وسانداونز طاقم تحكيم سنغالي هنستعرض معكم دولات طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة طاقم تحكيم بقيارة الحكام الدولي السنغالي عيسا سي عيسا سي كان في كاس العلم للشباب في الأرجنتين مشي بعد الدور الأول نتيجة أخطاء التحكمية البطولة دي اللي كان في محمد معروف وكمل فال الآخر هو عمر الشنون عيسا سي مشي ماكملش البطولة من لجنة حكام فيفا في كاس العلم للشباب اللي كانت في الأرجنتين فطاقم التحكيم من السنغال حكم ساحا عيسا سي من السنغال جابريل كامارا مساعد أول من السنغال أيضا نوح بنجورة مساعد تاني من السنغال والحكم الرابع من تشاد محمد الحج أوجو وعلى تقنية الفار لحلو بن براهن من الجزائر دانيل لارية من غانا هم هم اللي كانوا موجودين الفار وإيفار في سينبا والأهلي وتقرروا في مباراة الأهلي وسانداونز ودول اللي راحين كاس العلم في اندونيسيا يوم عشرة نوفمبر آخر حاجة بلما أطلع لفاصل رسالتي لجماهير النادي الأهلي نثق ثقة كبيرة جدا إن الحضور الجماهيري هيبقى كبير جدا كبير جدا ولكن مطلوب منكم في التسعين دقيقة المسندة والدعم والتشجيع بقوة فريسانداونز بيخاف من جماهير الأهلي لعابة سانداونز بيتخاف من جماهير الأهلي صدقوني لو المسندة قوية وإن شاء الله الحضور الجماهيري هيبقى كبيرة إن شاء الله بإذن الله الأهلي عاي خلص المطش من الشوت الأول لإن سانداونز بيقدم أسوأ نسخة له لكن الأهلي محتاج يستغل ده في هذه النسخة من الدوري الأفريقي النهاردة للسوشيال ميديا فيها تفاصيل مهمة جدا تعقيبا على نتيجة لقاء الزهاب كيفية التحذير للقاء العودة أبرز العاديين تشكيل الآلي الحضور الجماهيري كل ده نطلع نشوفه في آخر أخبار الترند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند والبداية هتكون مع ترند الأهلي البداية مع حضراتكم حساب يلا كورة فقل خير للأهلي الأرض تلعب مع أصحابها في الدوري الأفريقي النهاردة يلا كورة عمل تقرير عن المباريات اللي شاهدت فوز أصحاب الأرض خمس مباريات شاهدت فوز أصحاب الأرض مقابل ثلاثة عادلات بينما شاهدت مباراتين فقط تفوق للضيوف أولا انتهت آخر أربع مبارات في البطولة القرية الوليدة بفوز أصحاب الأرض مباراتها نصف النهائي إضافة لأي مباراتين في إياب ربع النهائي في نصف النهائي سانداونز لما كسب الأهلي 1-0 ولودات كسب الترجي 1-0 طيب مازمبي كمان كان كسب الترجي في الدور ربع نهائي في ماتش الزهاب 1-0 وكذلك سانداونز لما كسب بيترو أتليتكو في أنجولا 2-0 يعني يقدر الأهلي إن شاء الله يتخطى نتيجة لقاء الزهاب ولكن هي وتقرير لألاقة بالأمور الرقمية في البطولة دي تفوق أصحاب الأرض أكتر من تفوق الضيوف سواء في الدور ربع نهائي أو حتى في الدور النصف النهائي وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر تفوق على ماموردي سانداون حساب يلا قورة أيضا بيقولوا مصدر ليلا قورة كولر يستقر على عودة إمام عشور لقائمة الأهلي أمام سانداونز مصدر في الجهاز الفني للأهلي بيقول ليلا قورة إن فيه استقرار على عودة إمام عشور في التشكيلة الأساسية في لقاء العودة أمام ماموردي سانداونز فيه كلام على البدء من إمام عشور فيه كلام إنه ممكن الأهلي يبدأ بأقرم توفيع على حساب محمد هاني ممكن حسين الشحات من البداية محمود قهربة من البداية نبيل كوكا يعني فيه كلام كتير جدا بخصوص انه فيه تعديلات على تشكيل الاهلي في لقاء العضو لكنها كلها مصادر لانه لسه الجهاز الفني لسه عنده تدريب بقر ان شاء الله قبل المباراة بـ 24 ساعة طيب حساب الوطن سبورت بيتكلمه على مصير عودة المنقذ لتشكيل الاهلي امام سانداون الوطن سبورت بيقول ان امام عشور جاهز من الناحية الطبية ومن المقرر اجراء اختبار لامام عشور في مراني الاهلي الاخير جدا ولكن الوطن سبورت وصفت عودة امام عشور بالمنقذ عشان غياب عن لقاء الزهاب غياب عن مبارتي سيمبا فالاداة في وسط الملعب ما كانش بالمستوى المعمول ولكن ان شاء الله عندنا ثقة في اي 11 يلعبوا في النهاية انت عارف المواقع والصحف بتحاول تدي شوية تفاصيل لي علاقة بغيابات بعض اللاعبين او حضور بعض اللاعبين لكن عندنا ثقة ان شاء الله الاهلي يقدر يتأهل باي 11 يلعبوا لقاء العودة طيب كورابلس بيقولوا مصدر من الاهلي لكورابلس كولر تلقى تأكيدات بانكانية مشاركة كهرباء امام سانداونز في لقاء العودة بالدوري الافريقي على فكرة كولر يعني كهرباء كان موجود في مطش الزهاب كان موجود على الدكة وفيه لقطات جابت اللاعبة الاحتياطية لما كانت بتسخن وراء المرمى كهرباء كان موجود فكان ممكن يشارك ولكن كولر كان ليه نظرية معينة على الغد دلوقتي ممكن ما شفتش اسئلة وجهة لكولر في مسألة عدم الدفع بكهرباء او عدم الدفع بحسين الشحات مش عارفين التفاصيل ان الراجل ما صرحش وما تكلمش في التفاصيل دي فبالتالي مش عنا اجتهد احنا هنا نلازم نتكلم على المعلومة الرسمية ولكن من الواضح لما استعرضت يلا كورا وكورابلس والوطن الكل بيتكلم على مسألة اللاعبة اللي غابت عن مطش الزهاب ممكن تتواجد في اللقاء العودة ولا لأ المصادر بتقول ان امام جاهز وهربة ممكن هيبقى جاهز حسين الشحات كمان ان شاء الله هيكون جاهز طب نروح لحساب الوطن سبورتا ايضا وبيقولون في اجتماع عاجل مع بيبو بسبب ثلاث ازمات قبل مواجهة سانداونز مصدر في الاهلي في تصريحات للوطن بيقول لجمة التخطيط بالنادي اوصت لخالة بيبو بضرورة انهاء الازمات داخل الفريق واللي زادت بشكل كبير وخلت الامور تخرج عن السيطرة ده الكلام اللي مكتوب على عهودة الوطن واللجنة تخطيط طلبة خالة بيبو بالنهاء يعني الازمات المبين كولر مع عدد من اللاعبين سواء عبدالقادر او مروان او كذا لاعب يعني مش عارب فهي الناس شافت ان في مشكلة بسبب الادارة الكورة ولا المشكلة بسبب اختيارات فنية مش عارف الناس وصفتها ازاي ولكن في النهاية هي عبارة عن اجتهادات وليست معلومات رسمية وان شاء الله بكرة ممكن نشوف الكت المحمود الخطيف في الاجتماع مع اللعيبة قبل الدخول في معسكر مغلق طب الوطن الرياضي بيقول ان فيه اول تعليق من محمد الشناوي على هدف سانداونز طب ايه تعليق؟ بيقولوا ان محمد الشناوي كشف في جلسة خاصة مع الجهاز الفني سبب هدف سانداونز معرفش وحد كان حضر الجلسة ولا لا ولكن بيقولوا ان الشناوي اكد للجهاز الفني وعلى رأسه المدرب حراس المرمى يا ميشيل يانكون ان تسديد تلاعب سانداونز خداعته بسبب عدم الرؤية والشناوي قال للجهاز الفني ان رامي ربيعة كان واقف قدام القورة فبالتالي اغلق زوية الرؤية ليه عشان يتصدى للعبة يعني مش عارف فعل على الجزئية ولكن في النهاية هدف دخل بسبب تمريرة في وسط الملعب غير سليمة اطحها وسط ملعب فريسانداونز اتمررت اتسددت هي كلها الاهداف لازم تيجي من اخطاء يعني ولكن انتهت المباراة واحد سفر وان شاء الله الاهلي يقدر يعود فيه لقاء العودة اخر حاجة الشروق لجنة حكام بنين ترد على هجوم كولر ضد حكم مباراة سانداونز والاهلي الاستاذة توماس سابوكو مدير لجنة حكام بالاتحاد البنيني وبيدافع عن الحكم البنيني لويسا ديجندو الى ادار المباراة وقال انه حكم كويس وان الزواج كانت خادعة وان الفار كان شغال وكلام زي ما انتو عارفين يعني ايه لا هيقدم ولا هياخر ولكن انا بقول لحضراتكم الرجل ده تعين مجاملة لرئيس لجنة الحكام بيرقاتشو اتعين مجاملة لألن عضو المكتب التنفيذي اي حد بيتعين لازم تعرف ان فيه ورا حد بيدعمه حتى ماريا ريفت الكسافة منطقة جنوب افريقيا بيدعمه فيكتور جميز مكتشو موجودة قبل كده خدوا مالكو يا جماعة من حاجة مهمة قبل ما خشش على المشاركات ما عليش بسرعة عشان وقتنا في حكام مكتشو موجودة قبل كده ظهرت هي ما ظهرتش عشان حكام صغرين في السنة عايزين يطلعهم على الساحة لأ الحكام دول موجودين عشان بيتجاملوا من ناس جديدة دخلت في كواليس العمل داخل الاتحاد الافريقي من الاخر يعني طيب السؤال طرحناه توقعاتكم لتشكيل الاهلي أمام سانداونز أحمد الجهري بيقول الشناوي أكرم ياسر منعي معلول ديانج إمام مروان بابين قصين لو ما شاركش مروان يبقى كوكا الشحات ردة سليم قهربة وإن شاء الله أهلي سفر ثلاثة قبل كل ذلك الدعم الجماهيري عايزين قصود تشجيع من البداية للنهاية أن يكون لساك كامل العدد إن شاء الله بإذن الله يكون في حضور خمسين ألف متفرج بإذن الله البيئر بيقول توقعاته الشناوي معلول منعي ياسر أكرم ديانج كوكا أمام الشحات ردة سليم برس تاو رأس حربة مشوف تعليقات أخرى عراقي بيقول الشناوي ياسر منعي معلول هاني ديانج مروان إمام تاو الشحات قهربة فضل الشناوي معلول منعي ياسر هاني ديانج إمام مروان الشحات قهربة ردة يعني فيه تنوع في الاختيارات ولكن الناس اللي أنا لاحظتوا أن في كذا رأيي شايف أنه ممكن أكرم يبدأ من البداية وده وارد جدا الناس شايف أن بيرس التاولة وقهربة مش جاهز يكون هو رأس الحربة ده وارد جدا ولكن توقعاتنا يعني ومعلوماتنا أنه أكيد هيكون فيه تعديلات على تشكيل الفريق بالمقارنة في لقاء الزهاد في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء